سلام عليكم جماعة اليوم سوف نرى الثاني موديل عن بستيون وبثاف منكم اللي يعجبهم هذا الموديل في كامل الفئات وكامل التشكيله انتع بستيون علش بس كعصري كمباكت كما يحب الشعب الجزائري وخاصة الشاباب و اغلبية الشعب شاباب ان شاء الله سيكون في متناول الجامع الموديل اللي راح نقدمه اليوم هو بي سواصنديس كي تسمع بي كأنه بيرلين كما اللي قدمناها المرة اللي فاتت لي ما شفهاش يقعها في اعلى هات الفيديو هذيك سي لاب بي سواصنديس هذي نزيد لها اس هذي لاب بي سواصنديس اس هذك الاس يرجع السيارة التاعنا على شكل كوبي هاتشباك كروسوفر تقدر تقارنها مع عدة سيارات سينية متواجدة حاليا بالسوق في الجزائر نشوفوا شكون هما هات السيارة ونتكلموا على كل تفاصيل تحاد السيارة الداخلية الخارجية المزاين متوفرين فيها السعر التقريبي اللي راح تجيب به الجزائر ولا حاب تشوف موديلات اخرى ولا مقارنات ما عليك غير تخليهم لي في كومنتر وطابوني باش كين ديروا عليهم فيديو تكون على علم بهات الشيء اللي حاب يشوف بقية الموديلات اللي مازال متوفرين عند العلامة يروح لهذا الفيديو ومنها يخير شكون هما اللي راح حاب يشوفهم في الفيديوهات المقبلة على القناة ان شاء الله طب لما نطول عليكم كل المعلومات فيما يخص لاب بي 70 اس في هذا الفيديو نبو جيبا اتو تويت موجودك جميعا فيما يخص سيارة تعليوم هيا نورمال موم التكلم تكلم قبل مع الولاي فقط سوف دعونا مع الموديل العديد اللي كبير Oracle Rai لاندرجة للجزائر واندرجة لاندرجة نقدر لكم وبعضاء حجم السيارة واندرجة لاندرجة موطورس لاندرجة من الواقع مع الهش Cs تقدر تشوفه قاعة العضور يجري على القناة بطبيعة الحال راحنا شفناه درنا عليه كل تفاصيل هم جايين على الاشسيس على غريت والعليل على جيتور مع الكرطة بوني اكسيد بون اكسيد ما زال ما يشمت وفره في قاعة الارض يعني الاخرين شفناهم في قاعة الارض نوك ان شاء الله تلقى كل شي على القناة بما اننا نتكلموا على جيتور كان ايضا داشينج اللي تقدر تقارنها مع السيارة هذي راه جاي على القناة ايضا تحب نديرو لهم مقارنة ولا كان سعر تحهم متقارب ما كان حتى مشكل ولما يعرفش هذي الموديلات يعني شرا سيارة بيك دونك با لك رو على علم في الموديلات اللي كاين عند بيك هذي راح تكون المنافسة تاع لا اكس ساكون سانك عند بيك خلاص كملنا مع المنافسة هاي دوركا راح نشوفو محرك تاع السيارة قبل ما نتكلمو على الابعاد متاحة في مخص المحرك راح نشفناها ايضا في الابرنين وهو له 1.5 يعني 1.5 لتر اللي يولدنا 169 حيصان يقدر يموت لهم حيصان في الطريقة يقدر يجيبو لنا 1.68 1.70 هاد الاختلافات صغار على حسب البتيز اورغان اللي يتبدلو في دفتر شروط بين بالد و اخر اكوشفتو كيما في غولف احنا عنا جيب صان كارونتروا شوفو على جل اهن اورغان اللي نحيوه هي في الاصل تكون في بلادها بصان ساكنة شوفو ونفس الشيء في الجي تي دي بس كل جيل الثامن تبدلت الحالة تجينا ب 177 حيصان عوض 184 حيصان في البلد التاحها فالجيل الثامن ولت 200 حيصان ما كم علاقاش مع 77 كبارك باش تكون عندكم فكرة باللي كان سبع احصينا اختلاف نفس الشيء هنا يقدر يكون حيصان نقصان حيصان زايد على حساب المهم رايد دورتم مات قريبا في 170 حيصان ونيوتون متر يعني عزم الدوران راح يكون 258 نيوتون متر علبة سرعات عندنا زوج كين سي رابور وكين ساترو رابور دونك هي من المفروض اللي راح تكون اكتر يعني احتمال انها تجي هي علبة سرعات الاوتوماتيكية اللي فيها ست رابور يعني سبعة سرعات دبل كلوتش وكين محرك اخر تكلمنا عليه اللي هو لا دو لتر مية ما ضنيتش تجي وان شاء الله ما تجيش يعني لو حبيتوها تجي خلي تجي بصحة مع الحساب ليتاكس راح تكون غالية بزار دونك نتمنوا انه ولجابوها على الاقل يجيبوا الان بوان سنك معاها باش الانسان يكون عنده الاختيار بس كي ولجت غير لاتو ليتر راح تكون غالية بزارة راح تكون غالية بزارة علاج اللي طاكس لانه المحرك تحفت واحد نقطة ثمينية وعلى حسب دفتر شوروت ودونك راح يكون عندها سعر خيالي صحة جماعة هذا فيما يخص المحرك الان نتكلم شوية عالابعاد تاع السيارة قلنا في المقدمة الفيديو اللي شفنا فيها كل الموديلات قلنا بلي هذي راح تكون كوبية دونك راح يكون الطول تحا أصغر من تاع بيرلين لابيرلين كان فيها ربعميترات وثمانيين هذي راح يكون فيها ربعميترات وخمسة وخمسة في الطول فيما يخص العرض ما يتبدلش راح يكون متر وخمسة وثمانيين الاخرى كان ربعة وثمانيين يعني تقريبا نفسه الامباتمون بين العجلة الامامية والعجلة الخلفية يعني تقدر به تعرف اسكرا راح تكون واسعة السيارة الداخل ولا لا 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 فيه زوج مترات وخمسة وسبعين وفيما يخص الارتفاع بعد ما كانت الاخرى في الربعينات يعني متره ربعين اللي هي لابيرلين هذي راح تكون متره واحد وخمسين وشوية دونك عالية على خطها وهذا الشي اللي خلانا نقوله باللي هذي جوية على شكل كروسوفر اللي يهم الوزن تاع السيارة راح يكون الف وخمسمية وخمسة وثلاثين كيلو غرام والمقاسات تاع الجانت عنا ديزوي بوس وعنا ديزناف بوس يعني كين تمنتاش وكين تسعتاش على حسب واش على حسب الفينيسيون متاع السيارة تاعنا الابعاد المحرك وتكلمنا بصيفة عامة على المنافسين تاع السيارة دور كايوو اي شي نديرو نروح هنا نبدأ والدور الخارجية والداخلية نشوفه كل المزايل متوفرين في السيارة قبل ما نتكلمه السيارة بسم الله جمعان نبدأ نشوفوا السيارة تاعنا من الامن بسم الله ما شاء الله لذلك سوف ترى الانارات تشبه بزافة برلين وكل شي بالفلاد لدينا شباك مقسوم على زوج لدينا الارتال الفقانية هذا الاعميدة بالكروم وعننا الارتال التحتانية جيدة يعني ميلين جيدة لذا نلاحظوا بكل شي بالاسود لدينا الارتال بيانو بلاك لدينا الارتال بالنفس لون السيارة العالم انتح بالكروم أيضا لدينا الكاميرا وحساسات وهذا الانار سوف نرى الانارة لأنه سوف نرى الانارات في واحدة من السيارة يعني العاليين على هذه بطبيعة الحال وموجودين في القائمة الرسمية اللي نرمال ما رح تجيبها باستيون للجزائر ان شاء الله الانارة تعنا ركتوف على شكل تلت خطوط مقطعات وكوما الفيو دو جور يعني اللادة تعنا ويعودوا يقول له كلين يعطون يعني غماس هملك الجنة تعنا اللي كنا نتكلم عليهم مقبل قولنا كينا عنا دي 10 ويبوس وعنا دي 10 ناف بوس ركتوف بيكولور لك فيهم الكروم وفيهم الرمادي اللي جاي شوية فونسي عنا هذيك اللي جاي فلا لابان يعني في الجنح الامامي تشبه شوية لتعليه وارزواجن كيكونوا في الارلاين ونشوفوها ان شاء الله حتى في الدونك فنك كيكون عندهم سيارة شوية اوت غامي يديروها دونك ما شافش دونك فنك راني درت لكم سلسلة هنا تع كل الموديلات ماشي ما زال ماشي سلسلة بصح فيديو على كل الموديلات وخيروش كونتهم لكوا حابين بدأوا نقدموها قدمنا واحدة اللي هي ارخص موديل عندهم تعمية وثمانية وثمانية وخمسين من ضن شين واسمها وما زال البقية خيرو قلوش كونكوا حابين نديروهم عنا لكوكتا روتروفيزور لمرأة الخارجية بنفس لون السيارة فيها الكاميرا ملتحت وفيها حتى الانسلشون تاع الغماز نلاحظوا بلي السيارة مايش مخصولة بزاف ونلاحظوا بلي اللي بوانيت بورت تعنا يعني المقابي تاع الابواب فيهم لمساب الكروم وفيهم ايضا نفس لون السيارة عنا لبار دوتوى يعني سيارة تعنا تولي على شكل كات كات وعنا لطوى اوفران ويبانورامي كوراك تشوف الشكل التحاف الخلف كيفش جاي على شكل هاتشباك كوبي وشوية سبيسيال يعني يمدلها شوية روح رياضية للسيارة كما يخلصش هكذا ديركتما كيما الكات كات العادية يجي شوية كوبي او اللي يتشبه شوية هكذا الكوطروة تعقودي لا 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 الكوبي هاتي امام الكو 5 يشبه بسعى الكو 5 فيه شوية اروندي ماشي جاي بزاف بالزوايا كيما الكوطروة اللي جاي عنده زوايا بزاف وصغير شوية بطبيعة الحال على الكو 5 نقوم المقابل تاع الابواب نقدروا نعرف بلي نقدروا ندخله للسيارة بدون استعمال المفاتح ونروح نشوفو خلفية السيارة بعد ما نشوفو هذا البتي راجو اللي يمدلها شوية سبورتي فيتي هو والكاسكيطة هاتيك اللي يتخل السيارة تعنا يعني كيدخل لهوا فيها فيلايرو ديناميزم اللي مختمة به السيارة يدخل لهوا تحت هذه الكاسكيط باش يخليه السيارة لاسقاوي مدلها اكتر ثابت مع الارض يعني كيدزيد في السرعان تاح سوف نرى خلفية السيارة كم يتعجبهم من أحسن الخلفيات في السيارات الصينية خاصة أن الإنار الانتحاد جاء على شكل جبال صغر لو كانت شعل السيارة ترى أحبك كما النبضات على القلب يتعجبهم في لزو بيتو كيفاش يديرو نفس الشي يعني دولها نفس اللمسات كم يعجبهم هذا الشي كم يديرو نفس السيارة والحساسات والكسكيتات التي كنا نرى والديفوزر الصغير بالبلاستيك على كل حال وعننا الكطافات من كل جهة من ومن السيارة وعننا حتى حساسات جانبية التي يجعلنا نعرفه بالكين واحد في الانجل مار يعني في الزاوية العامية سوف نرى الصندوق الخلفي قبل أن نبدأ ونرى الداخلية والمزايل المتوفرين بالداخل لذلك السندوق الخلفي سيكون كهربائي هذا شي يمليح وسوف تشوف الاسباس اللي مدهولك يعني واسع وتقدر حتى تحبط الكراسية 40 ولا 60 بالمئة باش تزيد من ساعة السندوق الخلفي ولكن عندك حواية كبار حبي تحطهم في السيارة نترك هاي اللي كلارة السكور ونرح نشوفوها من الداخل كما قلنا نقدروا ندخلوا للسيارة تعنا بدون استعمال مفاتيح لذلك غرب الامبرنت تفتح ولا تغلق وهاي الداخلية بسم الله ما شاء الله نلاحظو باللي في الابواب عنا كثير من البلاستيك بسعى عنا كمام لالكنتارا كتشوف الجلد اللي كان احمر في الابيرلين اللي شفناها هنا عنا لالكنتارا وعنا البيانو بلاك والكروم في البوابة تعنا اضافة على الازرار اللي تسمحنا باش نغلقوا ونفتحوا النوافات الكهربائية تعنا فيها 4 والرقلات على المرآة الخارجية سيكون كهربائية ايضا طبعا الحال سيكون عنا شوية بلاستيك فوق لالكنتارا وفي الكنسول سنترال تقريبا نفس الشيء كمالا برلين اللي شفناها هالمرأة اللي فاتت صحيح كينا نلمسات كمالاوي ويوردنا هنا في الفرام الالكتريك اللي جايين بالكروم ومتحوفين شوية ماشي سبيسيال تعاود تلقاهم من ببارتو كما في الكنسول سنترال وحتى الفوق في الالكنتارا يعني مور اللي ذكرون هادو نلقاهم بزاف هذه اللمسة لطريقة تعنا مدورة هكذا حتى في الابونيت بورتو لك تشوف كم بزاف هذه اللمسة نلقا ايضا قطعة اخرى بالكوير في الابواب يعني ماكاش غير الالكنتارا باش مانعيوش جماعة دوركاليزوبسون اللي رح نقولهم لكم ما رحش يكونوا يبانوا كامل في نفس الوقت مع الهدرة التاعي على الشاشة هنا نوريلك شوية باش ما ننسيتهم في الهدرة رحكتشوفهم في الصورة رح يكون عنا العديد من الاسوبسون لك على جمب المقود تعنا على اليسار رح نلقاو بزاف الاسوبسون بانتهم باش تطفي الاسب ولا تشعلو باش تدير لموتور تاعك انفاي ولا لا لا تاكتفيها ولا ديزاكتفيها تفتح الايان ولا تغلقو تكيتي التراجيكتوار تاعك ولا لا لا من المقود عنا دونك لريغولاتور دو فيتاس كما قلنا محدد منظم السرعة وادابتاتي يعني على حساب السيارة التي تكون قدامك سياقة شبهداتية تحكم بالصوت يعني على كوموند فوكال والعديد من المزايا الاخرى كما على البلوتوت باش ترفض وتكوبي تزيد وتنقص للتليفون اتساترا تقدر حتى تنوط سيارة تاعك بالزر بطبيعة الحال هدي ميزة بينها وعننا الشاشة تاع الواسط رح تسمحنا باش نشوفوا الكاميرا تاعنا كل جوانب حتى 2D 360 دقري وفيما يخص التكييف لازم نحبطوا الإكران اللي جاي تحت الإكران اللي رح يستكلفت كامل هاد الأمور وبينتهم وهاد الحوايج كامل ولو يستعملوهم السيارة في الأوين الأخيرة يعني انتع شاشة مخصصة للتكييف خاصة عند اودي وعند رانج روفر والعديد من العلامات الأخرى عنا قدمه بطبيعة الحال اللي جاي على الشكل انتاع شوية يشبه البيجو لتاع بيجو وبرك تاع بيجو فيه شوية الكوير هذا شغل بزاف بيانو بلاك يبري حاجة ملاحة ولا ما يفسدش مع الوقت وعنا الفرامان بالقفلة والاوتو هولت أيضا نقدم هم نقدروا نديرو لجوبلي تانا نظرك عنا دي بورت جوبلي ونحطوا المفتاح بما انو الدخل والنوضو السيارة بدون استعمال المفاتيح عنا الكودوار سنترال وكاين رانج من تحتوكي مكاين في البواتاقون وعنا السياجة بالجلد والريقلاش تحتهم رح يكون كهربائي هادو اغلب المزايل اللي حنا نلقائهم في الامام اضافة على تحت الكونسول سنترال هادك عنا مكان مخصص بور الشارجر للشحن الهواتف عنا الو اس بي عنا التيب سي وعنا حتى بار انجوكسون حتى التليفون يتشارجه وايرلس نحن نرى خلفية السيارة واش نلقائه 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 تلك تركب كل ارياحية نلقائه الكوير كما نلقائه هناك كوير بي كولور فيه الاسود وفيه الاحمر جاي برفوري وعنا الكودوار سنترال فيه دي بورت جوبلي وعنا حتى البيس دايراسون يعني اللي خرجوا لهم الهواء لركب الخلف طبيعة الحال في الابواب نعود نلقائه هادك الالكنتراليك اللي مناح له ونلقائه حتى اللمسات بالكروم وبالبيانو بلاك السيارة تعني توفرنا فتحة السقف وتكون عندها ايضا السقف الزجاجي كلي ستتحل القطعة الاولى منه وهو سيكون كل زجاجي الركاب الخلف سيكون في الكارسي متوفر الاسوفيكس ولكن عندك الاسياج بي بي يعني تقدر تقلاصيهم في الاسوفيكس وهكذا جمعان يتكلمت لكم على الداخلية على الخارجية السيارة كاين الكثير من المزايا الحماية اللي مهضرناش عليهم الاب بياس والو اس بي عندك حتى الديتكت يعني هادك ريجولاتورة دابطاتيف يعني الديتكت اللي قدامك والفرينة هي راح تنقص سياقة الشبهداتية اللي كنا نتكلموا عليها العادة التعليزة يتبدل على الحساب هادو كامل تفاصيل اضافية لبالك باللي كاين فيها لانه شفناها في صينيات اخرى حبطين من هادو وعندهم الكثير من المزايا تاع الحماية اشك فوع فيما يخص السعر تاع السيارة من المفروض راح تجي بسعر يشبه للتعلى بانلين يبقى الكبر كنت الاختيار لذلك اللي يتبعوا الوفر الى دو موند يعني الطالب بتاع الناس والعرض راح يكون على الحساب الطالب راح تكون هادو اغلى بطبيعة الحال بس حلو كان نكونوا نتر من المفروض السومة تاع هادو والسومة تاع بيرلين راح يكونوا كيف كيف نفس المحرك نفس المزايا عندك الا الكوب اللي تتبدل واحدة بيرلين يعني كلاسيك شوية تاع الناس شوية كبار في العادة واحدة كوبة هاتشباك شوية شابابية لا نقول لك الرياضية لانه نفس المحرك مع الاخرى الامام يبقى ونفسهم والمزايا يبقى ونفسهم سعر التحاحي يتراوح تقريبا كيما تأخذها بين 400 و 450 إلا في حالة ما شافوا العرض والطالب والطالب راح يكون اكتر على هذه لانك يديروها شوية اغلى ما نش عارف هادا حق في الماركيتينج المهم جماعة نتمنى نكون غالب في الاختيماسين وتجيب سعر اقل من هذا وتكون في متناول الجميع ونشاهدكم سيارة تعملت على اليوم ومن خلصاتنا الفيديو تعملت على اليوم ونساك إذا كان لك لا تنسوا لكم ونشاهدكم 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 والدعم